قواعد اللغة العربية المفعول لأجله تعريف المفعول لأجله هو مصدر قلبي منصوب يؤتى به ليبين سبب حدوث الفعل وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالفعل في الجملة ومعنى مصدر قلبي أي صادر من القلب أو يتصل بالمشاعر والأحاسيث النفسية الخوف، الشفقة، الإجلال، التأديب والعزة مثال اجتهدت رغبة في التفوق تصدقت على الفقير أملا في التواب أنثلة على المفعول لأجله تجاوزت عن هفوة صديقي إقاء على مودته تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء استبسل الأبطال دفاعا عن وطنه شروط المفعول لأجله أولا أن يكون مصدرا قلبيا صادرا عن الأحاسيث مثال قمت احتراما للمعلم وإذا لم يكن مصدرا قلبيا وجب جره بحرف الجر مثال جلس عدنان لكتابة الدرس ثانيا أن يكون متحدا مع الفعل في جملته في الوقت ومشاركا له مع الفاعل مثال قمت احتراما للمعلم احتراما مصدر متحد مع الفعل في زمنه أي زمن القيام ونفسه الذي صدرت عنه مشاعر الاحترام فإذا لم يتحد مع الفعل في الوقت أو لم يشاركه في الفاعل فإنه يجر بحرف الجر مثال جئتك اليوم للإكرام غدا مثال سافر للعلم أنواع المفعول لأجله أولا المجرد من أل والإضافة مثال تصدقت ابتغاء لمرضات الله ثانيا المضاف مثالا لقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق سورة الإسراء الآية 31 ثالثا المقترن بأل مثال يجاهد الدفاع عن الحق أي دفاعا عن الحق إعراب المفعول لأجله ذهب التلميذ إلى المدرسة طلبا للعلم طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظاهرة على آخره تتصدق الفتاة تنفيذا لتعاليم الإسلام تنفيذا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظاهرة على آخره سؤال استخرج المفعول لأجله في الجمل التالية أولا قتل الصياد الثعلبة تشفيا من الطبيعة التي عاندته ثانيا بعض الناس يقتل الثعلبة طمعا بجلده ثالثا قتل الصياد الثعلبة تأكيدا لثقته بعينه وبيده جواب أولا قتل الصياد الثعلبة تشفيا من الطبيعة التي عاندته المفعول لأجله هو تشفيا ثانيا بعض الناس يقتل الثعلبة طمعا بجلده المفعول لأجله طمعا ثالثا قتل الصياد الثعلبة تأكيدا لثقته بعينه وبيده المفعول لأجله هو تأكيدا إذا أعجبكم الفيديو المرجو تشجيعنا بالضغط على الزر إعجاب ثم الضغط على الزر الاشتراك سابوني وتشغيل الجرس للتوصل بأي جديد شكرا اشتركوا في القناة